المساعي في ليبيا مستمرة لمحاولة عقد الانتخابات في أقرب فرصة. مجلس النواب يحضر لجلسة استماعاً بحضور رئيس المفاوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وتهدف الجلسة إلى الاطلاع على مستجدات العملية الانتخابية. تعذر إجراء الانتخابات نتيجة خلافات بين مؤسسات رسمية ليبيا بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق، وفي محاولة لإيجاد أرضية مشتركة تستكمل على أساسها خطوات المرحلة الانتقالية، بدأت لجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب لقاءات مع كافة الأطراف السياسية والعسكرية الليبية. وتشهد المرحلة الأولى لقاءات بين المجلس الأعلى للدولة والهيئة الوطنية لصياغة الدستور والأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها والمجلس الرئاسي الليبي. كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي وفق الخطة التي طرعاها الأمم المتحدة، لكن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل الموعد المقرر بيومين تعذر إجراء الاقتراع، واقترحت تأجيله إلى الرابع والعشرين من يناير الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءه بعد ستة أشهر. الأمم المتحدة التي طرع خارطة الطريق الليبية تأمل توفير ظروف ملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية في البلاد، وتعلق آمال كبيرة على الانتخابات المرتقبة بجانب العمل على إخراج المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية لإعادة تصحيح المصار وإنهاء الحرب في البلاد.